السلام عليكم في هذا المقطع سنقوم بالتعرف على أداء من أدوات الانترنت إكسبلورر وهي الكونتينت أدفايزر الكونتينت أدفايزر عبارة عن أداء من أدوات التحكم في المحتوى الذي تقوم بزيارته على الانترنت بعد تفعيل هذه الأداء أي محتوى مطابق للتصنيف أو يتجاوزه يمكن عرضه ورؤيته على مستعرض الانترنت للبدء باستخدام هذه الخاصية نقوم بزيارة الانترنت إكسبلورر ومن ثم نضغط على تولز ونختار انترنت أوبشنز ونقوم بالضغط على تبويبة الكونتينت في البداية نقوم بالضغط على زر Enable وذلك لتفعيل هذه الخاصية طبعا يطلب منا كتابة كلمة السر وهي خاصة بالشخص المستخدم للجهاز ونقوم بوضعها حتى لا يقوم أي شخص آخر بتغيير هذه الإعدادات ثم نضغط OK الآن أصبح الكونتينت أدفايزر مفعل نقوم بزيارة أو بالضغط على زر Settings أيضا يطلب منا كلمة السر لدينا هنا مجموعة من التصنيفات التي يمكن التحكم في إعداداتها هذه التصنيفات قد تكون إما متعلقة باللغة أو الجنس العري العنف أو أي معلومات خاصة بحجب أو عرض بعض المواقع بغض النظر عن تصنيف محتوى على سبيل المثال ممكن أن نختار بعض الخيارات الموجودة مثلا مواقع تحتوي على الكحول بإمكانها نحدد اللي هي Restricted أو Limited أو Unrestricted أيضا مواقع متعلقة بالمخدرات مواقع متعلقة بالقمار مواقع متعلقة بالتدخين أو التبغ وغيرها بعد أن نقوم بتحديد الخيار نقوم بالضغط على زر Apply ومن ثم OK ونقوم بالضغط على OK الآن أي موقع تقوم بزيارته سيقوم مستكشف الإنترنت بالتفحص أو التأكد من محتوى إذا وجدت أي من هذه الخصاص التي قمنا باختيارها وهي ممنوعة سيقوم بمنعك من زيارة هذا الموقع وإعطائك رسالة بأنه تحتاج إلى تغيير الإعدادات بداخل الـ Content Advisor لمزيدنا المعلومات يرجى زيارة موقع سايبر C3 www.cyberc3.ae شكراً شكراً شكراً